ترجمة نانسي قنقر التعامل مع الأوضاع آنذاك على نحو من شأنه تصعيد تلك الأحداث واستمرار القلاقل والاضطرابات بغرض الإضرار بمصالح البلاد والنيل من استقرارها وهو ما يشكل جناية التخابر مع دولة أجنبية بقصد الإضرار بمصالح المملكة القومية هذا وستعلن النيابة العامة عما أسفرت عنه تحقيقاتها فور الانتهاء منها ترجمة نانسي قنقر